السلام عليكم كيف ما قرأتي في العنوان واش عرفتي انك تعيش في اكثر الاوقات السلمية منذ بداية مفهوم الحضارات البشرية كان يليد جهة غريبة حيث يقولك ما شفتيش هاد الحروب والصراعات اللي نايدين في العالم انقولك الى قارنتيها بزمن ما قبل الحرب العالمية التانية فراهت الوقت لكي نعيشوه بمثابة اكثر الاوقات السلمية ولبغيت حلق على الفرق بين اليوم الامس في مختلف المجالات واي هم احسن في المستقبل القريبة تكون المهم لكي تأكد ماذا السلم لكي يعيشو العالم هذه خريطة تظهر جميع المعارك اللي دارت عبر العالم منذ القدم وإلى لاحظتي انه منذ نهاية الحرب العالمية التانية نقصت حدة الحروب بشكل ملحوظ وخاصة في القرن الواحد والعشرون قبل ذلك كل عقد كانتك تقوم حرب عظيمة بل اخص في اوروبا وبلما انسوا الحروب الداخلية اللي كانت على شكل تمرد على السلطة والمثير للسخرية في الامر هو يرى البعض مدى العداوة بين العرب مقارنتا بين الاوروبيين ولكن في الواقع الخريطة تبينش كالاخر هو ان اكتر ارض عاشت الحروب هي اوروبا اخرها الحرب الروسية الاوكرانية وفي اخر الحلقة نشوف السبب لماذا المهم علش الدول حبسات الحروب بيناتها واشصافي كل شي خذل بغاء وقالوا ما بقاش عندنا سبب علشان تحاربه في الحقيقة لا هناك شي حويج لماسك الحبل بشما تقومش حروب بين عدة دول او قيام حرب عالمية ثالثة في هذه الحلقة نشوف ماذا الاشياء بعد الفاصل منذ تأسيسها في عام 1945 حلت محل عصبة الامم اللي فشلت لغرض واحد هو يلغاء اللجوء الى الحرب لحل النزاعات وتسويتها بطريقة سلمية على قدر الامكان بل اضافة لمحكمة العدل الدولية تابعة لها فكيفما كينا محكمة خاصة بالناس كي يداعوا فيها بناتهم فراح كينا محكمة دول وإلا شافت شي دولة نفسها مدلومة في حقها من طرف دولة اخرى وفي بلاس ما تأخذوا بيدها عن طريق الحرب كتمشي ترفع دعوة قدائية في المحكمة الدولية وهي كتفصل بيناتهم بل اضافة القانون الدولي لم يسمح تقوم دولة عضو في الامم المتحدة باحتلال اراضي دولة اخرى عضو كذلك مهما كانت الظروف وإلا استعرض لعقوبات اقتصادية تقول لي يوم ما لروسيا نقول لك ما يقف في وجه دولة عندها حق الفيطو والنووي فراه نهار صدام قرر يحتل الكويت الكل يعرف ما حصل له العراق بعدها لكي يتفرج في افلام السجون داروا لكي تلقى ان الشخصية لكي تكون في امان لازم تنضم لشي عصابة او كي يكون عصابة لكي يحميوا بعضهم حيث لا بقى وحده مهما كانت قوتها يعتادوا عليه من غير افلام الاكشن بالطبع لكي تبقى غير واقعية ونفس الشيء بالنسبة للدول العالم لكي تبنيت تحالفات لكي تدمنش يحمي ظهرها إلى تعرضت الاعتذاء يوما ما كي يحكي لبعض ان ان الذين استربوا مشروع مانهاتن للقنبلة النووية إلى الاتحاد السوفياتي داروه عن قصد باش يخلقوا توازن بين القوى العالمية حيث شايفوا انه لو امريكا وحدها كان عندها النووي فرها تكون وسط العالم بحال شخص عنده سلاح نافت للنار موجه على مجموعة من النمل الحرب التقليدية اصبحت مكلفة للغاية منذ القرن العشرين ناخذ على سبيل مثال الحرب العالمية التانية كل شي عارف ان الحلفاء هم من ينتصروا في الحرب ولكن الخسائر التي تلقاها كل الطرفين لا تحصى وماذا لو قررت دولة على الحرب اليوم على سبيل المثال لنفترض ان المغرب قرر يسترجع سبتهم ليليا عن طريق عمل عسكري وشا ينجح نعم بنسبة مئة في المئة ويتم المهمة فوق قصير نظرا لموقع المدن ولكن العواقب ورهد اتكون وخيمة لا تكون على شكل عقوبات اقتصادية وقصف على البنية التحتية للمغرب وتحارف دولي ضده وهذا من السبب لماذا مغربك يفضل استرجعهم عن طريق الحصار الاقتصادي والعمل الدبلوماسي لحد الساعة ضفع لهذا الشي مهما كانت الحرب بين اقوى دولة وجارتها اضعف دولة فرح بجوجهما يتلقاوا خسائر فادحة على جميع المستويات ومعليك غير تشوف الحرب الروسية الاوكرانية ولو ان خسائر اوكرانية اكبر ولكن لا احد ينكر ان روسيا تعرضت لخسائرها في الارواح والبنية التحتية الاستنزاف عن طريق العقوبات الدولية وانخفاض مستوى الامن في البلاد كيلي ملاحظهاش ولكن المنافسات الرياضية العالمية شجعت على وجود بديل في ان تقدر الشعوب تفرغ العداء اللي بيناتها في مبارزة سلمية فمهما قالوا لا يجب ادخال السياسة في الرياضة ولكن السياسة الى جانب حب الرياضة وما السبب شهرة بطولة كأس العالم في كرة القدم وقبل منها كانت الألعاب الأولمبية التي كانت السباقة في الميدان وبالضبط شجعت عليها فرنسا بعد اندتارها لمدة طويلة وبالضبط بعد نهاية الحرب الفرنسية البروسية التي خلت في نفوس الفرنسيين حقت كبير ضد ألمانيا مدى ذلك اليوم لعد تنزل الحرب العالمية الأولى المهم رئيس فرنسا انادك بيغدو كوباكتين اراد احياء الألعاب الأولمبية وذلك لسببين اولهما زيادة شعبية الرياضة في وطنه شاف ان السوق اللياقة البدنية للجنود الفرنسيين سببت في هزيمتهم في هذه الحرب ثانيا توحيد مختلف البلدان بواسطة منافسات سلمية باعتبارها أفضل بديل لتجنب الحروب الى جانب العتاد العسكري المتطور الدولة ممكن يكون عندها سلاح فتاك تقدر تستعمر بالعالم كامل بدون قطرة ذام واحدة الشيليكي تماشى مع ظروف ليون ومهما يحاول شي طرف يوقفها ما غا يقدرش هي القوة الناعمة تعريفها هو سمعة الدولة عند العالم وبش مشهورة على سبيل المثال يقول لك الكسكس والطاجين والقفطان ومراكش والقصور والرياضات ويقول لك الأهرامات والحضارة الفرعونية وبالنسبة لكوريا الجنوبية يقول لك BDS لعندهم معجبين بالملايين ما بقى اليوم غير الصبح الجيش العالمي وتركيا بالخصوص في العالم العربي يقول لك الجمال والمنسلسلات التركية اللي جعلت من تركيا العلمانية في نظر بعض العرب بمثابة الخلافة العثمانية الجديدة وهذا بقية الدول الإفريقية والرتبة تاعها في مؤشر القوة الناعمة تقول لي كيف هاتش يحمي الدولة الجواب هو البروباغاندا وجذب تعاطف الرأي العام الدولي فإلا قامت على شي دولة الحرب أو هذه الدولة بنفسها قامت بجرائم حرب وإبادات جامعية فره السمهتها عا تغطي على ذلك الشي فعلى سبيل المثال إلا سوتيش حد على فرنسا وغالبا من الغرب ما يقول لك فرنسا مجرمة حرب وأبادة شعوب إفريقيا بل أول حاجة تسمع هي باريس مدينة الأنوار والحب وبلد حقوق الإنسان أو ما عليك غير تشوف أمريكا لعن طريق هوليوود قدرت تقلب الرأي العام الدولي والتستر عن العديد من الجرائم الحرب بل وحتى الظهور في شخصيتي البطل المنقذ في الآخر هنشوفوا لماذا الحروب اللي قامت في أوروبا أكثر من غيرها عبر العالم عكس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رغم وجود حروب لكن المتسبب الرئيسي فيها كان مخلفات الاستعمار المهم الأوروبيون لطالما كانوا في السراع دائم فيما بينهم بسبب قلة الموارد فكانوا يدخلون في حروب للسيطرة على مناطق استراتيجية أو بها تروة طبيعية ترجمة نانسي قنقر